السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا سونيك. عاملية الشباب. ان شاء الله كنوا بخير. في سؤال دائما كنت بتسيله في اغلب فيديوهاتي في التعليقات وهو ازاي بقدر ان انا اسبت شخصية بتاعتي واطلعها في اكتر من كزا مشهد مختلف بنفس الشخصية هي هي. فانا مش اكذب عليك وهولك الصراحة وهو ان انا كنت في الاول ما كنتش عارف ازاي اقدر اسبت شخصية واطلعها في اكتر من كزا مشهد مختلف بنفس الشخصية. والموضوع حرفيا كان صعب ومعقد جدا. لحد ما انا فعلا ادرت بقى البحث طويل شوية. ادرت اوصل ازاي تقدر تثبت شخصية بتاعتك واطلعها في اكتر من كزا مشهد مختلف. بطريقة سهلة جدا وفعالة بنسبة كبيرة. وطبعا الموضوع ده مهم جدا ويفيدك جدا لو انت عايز تعمل مسلا فيلم كارتون او مسلسل انيمي. عشان انت من خلال الطريقة دي هتخليك تقدر تحافظ على شكل او ملامح الشخصيات بتاعتك بدون تغيير في ملامح الشخصية او في شكلها. زي ما انت شايف كده الشخصية اللي انت شايفها قدامك دي هتليها متقررة هي هي في جميع المشاهد. ولكن في اوضاع مختلفة. وده هيكون موضوع حالقتنا النهاردة ان شاء الله. وهو ازاي تقدر تثبت شخصية بتاعتك. واتطلعها في اكتر من كزا مشهد مختلف بنفس الشخصية هي هي. لو انت بتعرفتيش فاني اسمي سونيك اكيد طبعا مش اسم الحقيقي بقدم محتوى تعليمي للزكاة الاصطناعي بشكل عام وبقول لك على بعض الطرق لو انت استنتهب بالطريق الصح هتقدر تطلع من وراها رفح لي عن طريق الزكاة الاصطناعي. فريد تاخد لفة على القناة هتلاقي حاجات كتيرة جدا هتستفد منها وهتعجبك ان شاء الله. حبيب جدا انا اعتزى عن تأخري في تنزيل فيديوهات الفترة دي. وده بسبب ان انا بعمل بعض التغيرات عندي في القناة. وان شاء الله الموضوع ده هي خلينا نقدر ننزل فيديوهات بشكل اكبر على القناة خلال الايام اللي جاية. وبدل ما ننزل الفيديو واحد في الاسبوع هنزل فيديوهين فان شاء الله الموضوع يمشي على خير ومحصلش اي مشكلة بازن الله. وقبل ان نبدأ شرح يا ريت ما تستنيش في اللايك والسبسكرايب وتفعل زر اشارات لو تكلام طبعا عشان وصلت الفيديو الجديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا على شرح من غير كلام كتير. في حاجة مهمة جدا لازم تفعلها في الاول. وهي عبارة عن قاعدة معينة. القاعدة دي هنطبقها في جميع بتاعت السور اللي احنا عايزين نثبت شخصية بتاعتها. وانطلحها في اكتر من كزا مشان مختلف. والقاعدة دي هي عبارة عن تلات حاجات هنضيفها في بتاعنا. وخب بالك منها جدا. واحد وهو مظهر او شكل الشخصية. يعني مسلا هنختار جنس الشخصية. يعني هل هو ولد ولا بنت? ونختار برضو ولون الشعر ولون العنين وهكزا. اتنين وهي ردة فعل الشخصية. يعني مسلا هل هي مبتسمة او حزينة ولا سعيدة ولا متحمسة او مسلا وقفة او قعدة وهكزا. اما تلات حاجة والاخيرة وهي طبيعة المكان او المكان اللي بتتواجد فيه الشخصية. يعني مسلا هل هو في غابة او في صحرة او مسلا في بيت وهكزا برضو. التلات قواعد اللي اتناك عليهم دولة اللي لازم يكونوا متواجدين داخل البرومت بتاعك. علشان مهمين جدا. واللي ممكن تسادم الشاتجي بتيب علشان يعمل هالك. او انك تتبهى بنفسك. والكلام ده كنت انا شرحته في الفيديوهات اللي فاتت. علشان كده مهم جدا تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. وهتليها سيبها لك تحت او في الوصف. خلينا بقى نطبق التلات قواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية. ونعمل بها شخصية معينة. بكزا وضع مختلف بنفس الشخصية هي هي. على موقع ونشوف هل فعلا الموضوع يشتغل معنا ولا لا. هنفتح موقع وبعدين هندغط هنا على عشان نبدأ نصمم الشخصية. ونبدأ ان احنا نثبتها ونطلعها في اكتر من كزا مشا مختلف بنفس الشخصية هي هي. اول حاجة هنبدأ بها ان احنا نكتب بتاعنا. وزي ما انا قلت لك تقدر تعمله عن طريق او انك انت تعمله عن طريق جوجل برض. او انك تكتبها بنفسك. ولو انت مش افضل حاجة في اللغة الانجليزية تقدر تستاني بجوجل ترجم لك من اللغة العربية الى اللغة الانجليزية. لو انت عايز نجتم بنفسك. وطبعا ما بتتساش ان بتاعك لازم يكون يحتوي على التالة قواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم متشوية. ده انا كنت اعامله عن طريق شات تي. وبيحتوي على التالة قواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم متشوية. وهو ده اللي هنجرب عليه الطريقة. ولكن اول خلينا يشوف التالة قواعد اللي آسفات اللي يحتوي عليهم. اللي انا عملته. اول حاجة هتلاقي VI روم الته�換 تهبي defPS على شتل التلاتة اللي احنا اتكلمنا عليهم. وتاني حاجة هتلاقي ان البرومت بيحتوي على الردة فعل الشخصية. زي مسلا ان الشخصية بتاعتي جلسة اللي هي قاعدة يعني او ممتسمة. ودي التاني قاعدة من التلات قواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم. اما اخر قاعدة من القواعد التلاتة وهي طبيعة المكان. وهتلاقي فعلا في البرومت اللي انا عملته ان انا محدد مكان معين وهو الغابة. بعد ما احنا اتاكدنا ان البرومت بتاعنا بيحتوي على التلات قواعد اللي عليهم. خلينا دلوقتي نكمل بقية التفاصيل الخاصة بالصورة. زي مسلا نكتب وهنصحك انك انت تكتب ده علشان هيعدل لك بعض الاخطاء اللي ممكن تتواجد في الصورة عندك. وهتلاقي ناسعبها لك تحت او في الوصف عشان تاخده على طول كوبي وتضيفه عندك. وتختار من هنا الاسم او اللي انت عايزه. وهنصحك انك انت عشان هو افضل لهم. ومن هنا هنختار عدد الصور. انا مسلا هختار اربع صور. ومهم جدا ان تفعل خيار عشان هيفري جدا في جهدة الصور. وهتنزل تحت هنا وهتختار مقاس الصور اللي انت عايزها. لو انت عايز الصور بتاعتك تكون بالعرض هتختار ستاشر اللي تسعة. ولو عايز الصور بتاعتك تكون بالطول هتختار من تسعة لستاشر. وبعدين هتضغط هنا على عشان يبدأ يصنع لك الصور اللي احنا عائزيناه. وبعد كام كgor ثانية فعلا عمل لنا الصور اللي احنا عايزيناه. زي ما انت شايف كده. بعيدا عن بعض الاخطاء اللي موجودة في الصور. اللي هو عملها لي. ولكن دي هتبقى شكل الشخصية بتاعتي. الرئيسية. والشخصية دي اللي عن طريقها هنقدر نعمل كزا وضعية مختلفة بنفس الشخصية هي هي. بدون تغيير في المنامح او في شكل شخصية نفسها. خلينا دلوقتي نغير وضعية الجيوس الشخصية. الى وضعية تانية مختلفة. زي مسلا بدل ما نخليها جلسة هنخليها واقفة. وهنشوف فعلا هل الشخصية شكلها يتغير? ولا هيتين من الاحتفاظ على نفس الشخصية هي هي. هنروح على البرومت هنا. وهنغير من هنا كلمة sitting. اللي هي بمعنى يجلس. الى standing اللي هي بمعنى يقف. وبعدين هنضغط على generate وهنستنى شوية. وزي ما انت شايف. الشخصية بتاعتنا اتحولت من وضعية جلوس الى وضعية وقوف. بدون ما يتغير في شكل الشخصية. وحافظ فعلا على نفس الشخصية هي هي. بدون تغيير في المنامحها. ولو احنا قررنا الصور بينها وبين بعض. هنلاقي ان الصورة ما اختلفتش كتير. وهتلاقي نفس لون الشعر. ونفس تصريحة الشعر. ونفس التيشرت. ونفس لون العين. وكل حاجة تقريبا. وخلينا برضو لتأكيد ان نغير لوضعيات تانية مختلفة. وهنروح تانية على البرومت. وهنغير كلمة standing الى كلمة jumping. اللي هي بمعنى يقفز. وبعدين هنضغط على generate. وزي ما انت شايف غير لي وضعيات الشخصية بتاعتي تماما الى وضعيات تانية مختلفة. وهي وضعيات القفز. بدون تغيير في شكل ومنامح الشخصية نفسها. ومحافظ برضو على لون العين ولون الشعر وتسريحة الشعر ولون التيشرت وتقريبا كل حاجة. ولو برضو قررنا الصور دي بالصور اللي قابليها هتلاقي كلها متقربة جدا. من بعضها من ناحية منامح وشكل الشخصية نفسها. خلينا بقى المرة دي نغير مكان اللي بتواجد في الشخصية بتاعتنا الى مكان تاني غير الغابة اللي بتتواجد فيها. وهنروح تاني على ونغير كلمة اللي هي بمعنى غابة جميلة الى كلمة شاطئ. وبعدين هنضغط على وزي ما انت شايف غير حرفيا المكان اللي بتتواجد فيه الشخصية بدون ما تتغير الشخصية نفسها. والشخصية نفسها بنفس المنامح وكل حاجة وهتلاقيه لون الشعر زي ما هو والتسريحة الشعر ولون العين ولون تيشرت تقريبا كل حاجة زي ما هي. ولو انت عايز تحمل اي صورة هتضغط هنا على علشان الصورة تتحمل معاك. انت حرفيا عن طريق تغيير بعض الكلمات في البرومت نفسه هتقدر تغير وضعيات شخصية بدون ما يحصل تغيير في ملامح او شكل الشخصية بتاعتك. ولكن طبعا لازم تمشي على نفس التلات قواعد اللي احنا اتكلمنا عليهم. انت خلاص دلوقتي بقيت عالف ازاي تقدر تحافظ على شكل وملامح الشخصية بتاعتك. وطلعها في اكتر من كزا مشهل مختلف. وده طبعا هيؤدي انك انت هتقدر تعمل مسلسل او فيلم كارتون كامل. مش شخصيات سابتة بدون التغيير في ملامحها او فيشة لها. وتقدر تطلعها في اكتر من كزا مشهل مختلف. وبالمناسبة الافلام لو انت عايز تعمل فيلم كارتون او مسلسل ايمي لازم تتفرج عن الفيديات اللي ظهر قدامك دي. وصدقني هتعيبك جدا ان شاء الله. بس كده بتستانيش في اللايك والسبسكرايب وتفعل زير اشارات لو تتقرم طبعا عشان يوصلك فيديو الجديد او المنزل ان شاء الله. ولو عرفت تعمل شير لي فيديو هكون شاكل جدا ليك. وعايزك تبني تحت في الكومنت هل فعلا الطريقة نجحت معاك ولا لأ? ولو عندك سؤال تقدر تسأل لي تحت في الكومنت وان شاء الله هرد عليك فهرة بوقتي ممكن ان شاء الله. كان معكم سونيك في امل الله.